السؤال الذي يطرح نفسه وعامة الشيعة لم يسألوه لماذا كل هذا الاختلاف بين مراجع الشيعة حول حكم الخمس زمان الغيبة لماذا هذه الآراء الكثيرة المتعددة ومر علينا ما قرأته عليكم من المقنعة الرسالة العملية للمفيد وما قرأته أيضا في النهاية الرسالة العملية للطوسي وما قرأته أيضا من كتاب شراع الإسلام الأمر لا يقف عند تلك الآراء لقد تشعبت وتشققت الكتاب الذي بين يدي الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة ليوسف البحراني المتوفى سنة 1186 للهجرة الحدائق الناظرة موسوعة فقهية وفقا لمذاق المدرسة الأخبارية هناك مدرستان أخباريتان المدرسة الأخبارية المحضة والمدرسة الأخبارية غير المحضة يوسف البحراني يمثل المدرسة الثانية إنه يمثل المدرسة الأخبارية غير المحضة كتاب معروف في الأجواء الحوزوية وفي الأجواء الدينية الشيعية الحدائق الناظرة وهذا هو الجزء الثاني عشر وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة في صفحة التاسعة بعد العاشرة بعد الأربعمائة المطلب الثالث في حكم الخمس في زمن الغيبة هذا هو العنوان في حكم الخمس في زمن الغيبة ماذا يقول الشيخ يوسف البحراني وهذه المسألة أية مسألة مسألة حكم الخمس زمن الغيبة الثانية وهذه المسألة من أمهات المسائل ومعضلات المشاكل وقد اضطربت فيها أفهام الأعلام الأعلام يعني العلماء وقد اضطربت فيها أفهام الأعلام وزلت فيها أقدام الأقلام وضحضت فيها حجج أقوام واتسعت فيها دائرة النقض والإبرام والسبب في ذلك كله اختلاف الأخبار وتصادم الآثار الواردة عن السادة الأطهار هذا الكلام ليس دقيقا من يوسف البحراني هذا الكلام ليس دقيقا المشكلة في الفقهاء أنفسهم فإما أنهم يحاولون سرقة الخمس بهذه الطرق الملتوية وهم يفهمون النصوص وإما أنهم لا يفهمون النصوص وحينئذ ما هم بفقهاء ولا توجد حالة ثالثة النصوص التي ترتبط بموضوع الخمس لا علاقة لها بزمان الغيب إلا التوقيع الشريف إلا توقيع إسحاق بن يعقوب هذا يرتبط بحكم الخمس زمن الغيبة أما سائر الأحاديث فإنها تتحدث عن حكم الخمس زمن الحضور ولذا قسمت لكم التأريخ إلى مقاطع مثل ما مر علينا في الحلقات المتقدمة من زمان رسول الله إلى استشهاد إمامنا الحسن العسكري إلى نهاية النصف الأول من سفارة السفير الثاني زمن الغيبة الأولى إلى بقية التفاصيل التي مر ذكرها ولا مجال لإعادة تفاصيلها ولا حتى لإعادة خلاصتها لضيق الوقت إذن المشكلة ليست في اختلاف الأخبار هذا جهل بالمسألة جهل من قبل يوسف البحراني المشكلة ليست في اختلاف الأخبار هناك نص واحد وهو توقيع إسحاق بن يعقوب هذا النص هو الذي يتضمن حكم الخمس الطيب زمن الغيبة النصوص الباقية وهي كثيرة لا علاقة لها بموضوع الخمس زمن الغيبة الثانية وأعتقد أن البيانات تقدمت فهؤلاء الذين يقال لهم فقهاء ويقال لهم مراجع ويقال ويقال هؤلاء لا يفقهون شيئا من دين العترة الطاهرة في أحسن أحوالهم أو أنهم لصوص أو أنهم يفقهون النصوص ولكن هم لصوص وكل خيار أسوأ من الخيار الآخر هذا هو واقع المرجعية الشيعية أعيد قراءة كلام يوسف البحراني العنوان في حكم الخمس في زمن الغيبة وهذه المسألة من أمهات المسائل ومعضلات المشاكل هي ليست كذلك هي مسألة بسيطة إذا ذهبنا إلى التوقيع الشريف فإن التوقيع الشريف واضح لصوصية المراجع أو سفاهتهم ما هم بفقهاء جهلهم وجهالته وسبب جهلهم وجهالتهم سبب سفاهتهم وسخفهم هو أنهم نقضوا بيعة الغدير حينما نقضوا بيعة الغدير لم يجدوا ملاذا له إلا عند سقيفة بني ساعد فحطوا ركابهم عند الشافعي وعند المعتزل يقول وهذه المسألة من أمهات المسائل ومعضلات المشاكل أنتم بسفاهتكم يا فقهاء الشيعة جعلتمها هكذا أو بلصوصيتكم وحقارتكم وقذارتكم أو بالإثنين معاً وهذه المسألة من أمهات المسائل ومعضلات المشاكل وقد اضطربت فيها أفهام الأعلام والله لا أعلام ولا بطيخ نكرات وقذرات وقد اضطربت فيها أفهام الأعلام وزلت فيها أقدام الأقلام ودحضت فيها حجج أقوام واتسعت فيها دائرة النقض والإبرام النقض والإبرام إشارة إلى الجدل والنقاش المحتدم فيما بين فقهاء الشيعة سفهاء الشيعة هؤلاء السفهاء النص واضح وصريح والنصوص الكثيرة في باب الخمس ترتبط بعصر الحضور ولا علاقة لها بعصر الغيب هو يقول يوسف البحراني والسبب في ذلك كله اختلاف الأخبار وتصادم الآثار الواردة عن السادة الأطهار هذا هو فهمه الخاطئ ثم في الصفحة السابعة والثلاثين بعد الأربعمئة يعقد المقام الثاني في بيان المذاهب في هذه المسألة واختلاف الأصحاب فيها على أقوال متشعبة في بيان المذاهب في بيان الآراء ذكر الشيخ يوسف البحراني هنا في هذا المقام في المقام الثاني في بيان المذاهب في هذه المسألة ذكر أربعة عشر رأيا مبتدعا بابن الجنيدي لا أقصد مبتدعا في التسلسل وإنما من جهة نسبة الأقوال إلى أصحابها وإلا فإنه قد ذكر قول ابن الجنيد في التسلسل الحادي عشر لكن الأقوال التي ذكرها والآراء التي تحدث عنها تبدأ من زمان ابن الجنيدي إلى أيامه ابن الجنيد ابن الجنيد متى توفي 381 للهجرة يوسف البحراني متى توفي 1186 للهجرة فما بين ابن الجنيد إلى زمان يوسف البحراني فذكر الآراء لكنه رتبها بحسب ما يريد من تنظيم لها وفقا لتبويب كتابه لم يرتبها بحسب التأريخ بحسب تأريخ أصحابها وزمان حياتهم ووفاتهم على أي حال هذه آراء فقهاء الشيعة بحسب ما يطلق الشيعة عليهم أنهم فقهاء وإلا من وجهة نظري أنا أعتقد أنهم سفهاء وهذا مديح لهم إن لم يكونوا سفهاء فهم لصوص القضية واضحة إذا كنتم تبحثون عن نص فهذا التوقيع المهدوي الشريف وإذا كنتم لا تعتقدون بهذا النص فما هو الدليل عندكم إذا عندكم من دليل لماذا هذا الاختلاف لأنكم لا تملكون دليلا وكل واحد منكم يأتي بشيء من عند نفسه هذه هي الاستحسانات الخرقاء وهذا هو الضلال وهذا هو المنهج الناصبي القذر في استنباط الأحكام الشرعية هذا منهج إبليس إبليس اعتمد القياس والرأي والاستحسان حينما رفض السجود لأبينا آدم ولذا فإن الله طرده ولعنه لأنه استعمل القياس والرأي والاستحسان هؤلاء فقهاء السوء فقهاء السفاهة والسخافة والضلالة أتحدث عن فقهاء الشيعة اعتمدوا المنهج نفسه الدليل موجود تركوه ليس عندهم من دليل ذهبوا إلى استحساناتهم العاطلة وآرائهم الباطلة يخالفون إمام زمانهم سود الله تعالى وجوههم وقبحوا في الدنيا والآخرة في النتيجة ضحكوا على الشيعة وسرقوا أموالهم وحينما تمادوا في الموضوع ذهبوا بعيدا في عنادهم وإصرارهم إلى هذه اللحظة هم فيما بينهم وبين أنفسهم يعلمون من أنه لا يوجد دليل ولكنهم يوهمون الشيعة بأن الأمر بديهي واضح قطعي وحق الزهراء البتول كذابون 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 مخادعون محتالون سفلة إلى أبعد معاني السفالة روايات الخمس التي ترتبط بعصر الحضور يظهرونها للشيعة على أنها ترتبط بعصر الغيبة ويضحكون على الشيعة التوقيع الذي يرتبط بعصر الغيبة يخفونه يخفونه ولا يبينونه للشيعة وإذا ما سئلوا عنه يضعفون التوقيع سندا وإذا لم يتمكن من تضعيفه سندا فإنهم يحرفون مضمون متنه وفحوى كلام إمامنا الحجة صلوات الله عليه الواضح والبين هكذا رتبوا المذهب الطوسي عبر تراكمات من السفاهة والأكاذيب والشيطنة والتدليس والتلبيس وصنعوا لنا دينا أسموه بالمذهب الاثني عشر وأسموه بمذهب أهل البيت وأسموه بالمذهب الجعفري أهل البيت لا علاقة لهم بهذا المذهب أهل البيت ما عندهم من مذهب هناك دين واحد هو دينهم ولا يوجد شيء آخر الصحابة السقيفيون من سقيفي سقيفة بني ساعد هم الذين صنعوا المذاهب عبر الأجيال التي تلتهم حينما اتبعتهم إلى الزمن العباسي حيث صنع العباسيون المذاهب الأربعة المعروفة وأضافوا إليها المذهب النجس القذر المذهب الطوسي هذه الآراء يبدأ يوسف البحراني بذكرها إلى أن يصل إلى الصفحة الرابعة والأربعين بعد الأربع مئة إنه الرأي الرابع عشر فهاه قد ذكر لنا أربعة عشر رأيا من أين جاءوا بها من أين جاءوا بها إذا كان عندهم من دليل صادر عن الإمام المعصوم فهو دليل واحد حتى لو كان عندهم أكثر من حديث فهناك رأيان أن يصل الكلام إلى أربعة عشر رأيا هذا أهدل دليل على كذبهم وعلى لصوصيتهم ولذا في بداية حديثي في مقدمة كل حلقة حينما أصف المذهب الطوسي أقول بأنه مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية فهؤلاء إما أنهم جهال سفهاء وإما أنهم لصوص شياطين حقراء بعد ذلك يوسف البحراني يضيف رأيا من عنده مهي ناقصة يضيف رأيا من عنده وحينئذ ستكون الآراء التي ذكرت في الجزء الثاني عشر من كتاب الحدائق الناظرة قد وصلت إلى خمسة عشر رأيا هكذا يقول في رأيه في الصفحة الثامنة والأربعين بعد الأربع مئة حصة الهاشميين تصرف لهم وحصة الإمام مباحة للشيعة كما يقول وأما في حال الغيبة فالظاهر عندي هذا كلام يوسف البحراني فالظاهر عندي هو صرف حصة الأصناف من الهاشميين الأصناف يعني المساكين أبناء السبيل هذه الأصناف هو صرف حصة الأصناف عليهم كما عليه جمهور أصحابنا وجمهور أصحابنا على هذا القول من دون دليل أو أنهم أقحم أحاديث الخمس التي تخص عصر الحضور فيما يرتبط بعصر الغيبة صرف حصة الأصناف عليهم كما عليه جمهور أصحابنا فيما مضى من نقل أقوالهم الأقوال التي عددها ووصلت إلى أربعة عشر قولا وأما حقه حق الإمام وأما حقه عليه السلام فالظاهر تحليله للشيعة للتوقيع عن صاحب الزمان أخذ التوقيع بنظر الاعتبار لكنه كيف فهم أن التحليل خاص بحصة الإمام وقد بينت لكم فيما سلف من أنه الخمس حصة واحدة الخمس لا ينشطر إلى شطرين كما يفعل مراجع الشيعة شطر للهاشميين وشطر للإمام الخمس ملكية واحدة كاملة للإمام المحصوم وانتهينا هو الذي يعطي للهاشميين بحسب ما تقدر حكمته صلوات الله عليه وأما حقه فالظاهر تحليله للشيعة للتوقيع عن صاحب الزمان ثم يقول والاحتياط في صرفه على السادة المستحقين هو حائر أيضا هو حائر هذا هذا الذي يعد رمزا في معرفة الأخبار عند الأخبار هو حائر أيضا هو حائر أيضا مع أن الأمر واضح جدا مثل ما كانت لكم وشرحت لكم هذه الحيرة هيمنت على فقهاء الشيعة الذين ما هم بفقهاء هؤلاء سفهاء على الأقل هم سفهاء في هذه المسألة إن كانوا فقهاء في غيرها فهم سفهاء في هذه المسألة فإذا كانوا سفهاء فإنه لا يجوز للشيعة أن يعملوا بآراء السفهاء هذا كتاب حدائق أعتقد أن الفكرة صارت واضحة لديكم هؤلاء الذين يقال لهم مراجع كل واحد منهم يأتين ببدعة يأتين باستحسان برأي من آرائه السؤال أين حكم العترة الطاهرة أين حكم إمام زماننا لماذا كل هذا الإعراض وحتى من قبل يوسف البحراني لماذا أخذت آراء السفهاء بنظر الاعتبار يوسف البحراني أخذ آراء السفهاء بنظر الاعتبار وأخذ التوقيع بنظر الاعتبار وجمع بين سفاهة سفهاء الشيعة الذين يقولون عنهم فقهاء وبين ما جاء في التوقيع الشريف وهذا أقبح من القبيح كيف نجمع بين سفاهة السفهاء مع حديث المعصوم هذا توقيع من المعصوم وبعد ذلك تراجع عنه وأفتى بالاحتياط في صرف حق الإمام على الهاشمي إنهم يعيشون حيرة يعيشون حيرة واضحة لماذا؟ لأنهم لا يلجعون إلى إمام زمانهم هذا هو سبب نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر